اشتركوا في القناة المحاضرة اللي انا هتكلم فيها دي عن الكورونا وطبعا عشان اتطرق لموضوع الكورونا كان لازم اتطرق لحاجات كتيرة جدا تخص المهنة بتاعتنا المهنة بتاعتنا ممكن تبقى عامل مساعد وممكن تبقى عامل مضر ازاي نحتاط وازاي ان احنا نعرف ايه الطريق بتاعنا كان شيء مهم وكان لازم نتطرق بالحتة دي الى حاجات كتيرة جدا علشان كده انا هبدأ المحاضرة بتاعتي اول حاجة المصادق بتاعت المحاضرة هتكلم فيها الاول على الانفكشن وهتكلم فيها عن الانفكشن والكليننج الاركليننج وبعدين هتكلم عن الايزوليشن روم في الهيرتس كير فاثيليتي وبعد كده هتكلم على الحاجات الحالية نعمل فيها ايه ايه هي الطرق اللي احنا نعملها بعد ما نكون فهمنا الوضع بتاع الحاجات دي المحاضرة دي عشان تبقى ليها مصداقية انا حاولتك بقدر الامكان ان انا التزم بمعظم المعايير اللي نزلت في حاجات recognized عالمية منها الاشري طبعا اللي احنا اعضاء فيه ودي السورسز اللي انا جبت منها المحاضرة بتاعتي زائد السي دي سي جايدلاينز للانفيرومنتال انفكشن كنترول زائد بعض المانيفاكشررز اللي بيمطلعين برودكتس شفت ان البرودكتس دي ممكن تنفع في بعض الابليكيشنز عشان كده دي التابل او كونتنس بتاعتي نبدأ اول حاجة بالانفكشن انفكشن ايه المصادر بتاعتي الانفكشن مصادر الانفكشن دي يقام هارمو في البكتيريا لان في بعض البكتيريا بتبقى كويسة في اما هارمو في البكتيريا يقام فيروسز دي هارمو في البكتيريا فيروسز وفيه فانجس وفيه الميتس اللي هي حشرة الحشرات اللي هي الحشرة الفراشر الانفكشن بيتم ازاي الانفكشن ده الانفكشن ده بيتم عن يا اما دايريكت انفكشن من شخص مريض الى شخص المناعة بتاعته نسميها المناعة ضعيفة او من شخص الى شخص عن طريق الهوى الايربور او عن طريق السيرفس كونتاكت من شخص لشخص زي واحد بيبوش واحد واحد بيسلم على واحد دي دايريكت كونتاكت او ان دايريكت كونتاكت مع ان ترميديا سيرفس زي الببان اوكر الببان ترابيزات الحاجات دي ان انا قلمس حاجة فيها ملوثة ففيه دايريكت كونتاكت وان دايريكت كونتاكت عشان نفهم الموضوع دا محتاجين نعرف كمان الدروبلتس ايه هي الدروبلتس اللى موجودة الدروبلتس دي اللى هي بتتساقط من الانسان لما الواحد بيكون بيكوح او بيعتص او دروبلتس موجودة على السطح انا مش شايف فيه دروبلتس ريليزد بتقع على السطح او سمول بارتكيلز او هيفي بارتكيلز السمول بارتكيلز هنتعرف على الحاجات دي كلها دلوقتي اللارج بارتكيلز بتروح بالجرافيدي لما شخص بيتنفس او بيكوح او بيعتص فيه الارج بارتكيلز الارج بارتكيلز دي بتقع على السطح على مسافة معينة على حسب وزن الارج بارتكيل دي وعلى حسب الفريكشن اللى حاصل في المكان الهواء اللى فبيسقطها على بعد خمسين سنتي على بعد متر على بعد متر ونص وتفر الرسمة دي بتوضح شخص مريض شخص المريض ده عطس او كح فبتيجي هيفي بارتكيلز بتسقط على طول على سطح السرير وفيه بارتكيلز بيحصل لها دايليوشن وتطلع مع الهواء اللى موجود في القوضة دايليوشن وتمشي في الهواء وفيه بارتكيلز بتمشي أسرع شوية وتروح لمسافات بعيدة طيب الهيفي بارتكيلز اللى وقعت هل هي وقعت وسكتت لا الهيفي بارتكيلز دي بعد شوية هيحصل لها دراينج والدراينج ده هيحولها الى بارتكيلز اخف شوية وتبتدي كمان تتطاير او وانا بصلح او بنظف السرير ده فالبرتكيلز دي حتتطاير برضو في الجوع فدي الـ 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 initution الـ 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 التكييف السنيز الكنتكت مع شخص او الانسكت بايتز او الووتر مست اللي موجود والحاجات اللي هي ريليتد بالاتشفاك هي الحاجات اللي بتحصل عن طريق الانهاليشن اللي هي التنفس عشان نبتدي نعرف مصاري الحاجات عايزين نحدد شوية حاجة تانية اللي هي الدروبلت سايز يعني ايه الدروبلت سايز كبيرة وعن ايه الدروبلت سايز صغيرة ف الدروبلت سايز الماجرمنت ليها ماجرمنت فيه نانو متر وفيه المايكرونز والمايكرون بيعادل 100 نانو متر عشان فيه بعض الامسيبريشنز يقولك ده 50 خمسين ايه 50 هل هو 50 نانو متر ولا خمسين مايكرون لازم نبقى فاهميني الحت دي فلو وقال لي 50 نانو ميتر هقسمه على 100 هيبقى عندي حوالي 0.5 ميكرو الدروبلتس بصفة عامة متقسمة وفيه ميلي ستونز محطوطة عشان نقدر نعرف الدروبلتس دي احنا وضعنا فيها فين فيه الترافين اللي هيقل من 0.01 مايكرونز وفيه الفاين بارتكلز اللي هيقل من 2.5 يعني ده ال 2.5 ده كل اللي تحته لغاية الجزء ده ده بيسموه الفاين بارتكلز ومن ال 2.5 لغاية العشرة ده اللي هو اللي هيسموه سمول بارتكلز الانديفيديو الفيروسز صغيرة جدا بتوصل من 0.2 مايكرون من 0.025 الى 0.2 مايكرون وعشان نقدر نعرف الحاجات دي ان الشعرة لوحدها عبارة عن 80 مايكرون يعني الشعرة دي تعادل ألافات من الفيروس يعني كذا كذا ألف من الفيروس ما أسهي يعني أكبر من الفيروس بحوالي ألف مرة وأكتر من الكورونا فيروس بحوالي ألف مرة شعرة الروس الكورونا فيروس هو 0.1 مايكرون هل هو 0.1 بس؟ لأ ليه رينج هنتكلم عنه بعد شوية فقاربنا لسمول بارتكلز اللي بتبدأ من بي ام 2.5 البارتكل بايكرون 2.5 لغاية العاشرة ومن الملاحظ برضو ان بعض الحاجات عشان نبقى فاهمين ان مش البارتكلز التقيلة بتقع وخلاص اكتشفوا ان في حاجات بتوصل ل30 مايكرون ممكن تبقى متعلقة في الهوا البارتكلز بتاع المايكرون بيتراوح من 0.06 إلى 1.4 وبيدولوا الرينج بتاعه اللي هو تعريبا بيقولوا 0.1 أو 0.125 ده مقاس وده كتير من الفيروسات نوعات كتيرة منها الايه الكورونا فيروس يبقى safe distance من الكلام اللي شفناه قبل كده ان انا حاول ابعد باكتر من متر يبقى بنقول خلينا اتنين متر بعيد عن اي شخص مقابل ليه لان انا اللي بيحصل ده ممكن يتم عن طريق دروبلتس ممكن يطلع عن طريق العطس عن طريق العطس او الكحة او عن طريق النفس نفسه نفس نفسه لما شخص مريض ممكن يدينا يدي الانفكشن يعني ليه كلام ده حتى الديليوشن بتاع الهوى مش كافي يعني ما اقولش انا ايه المكان ده مكيف او المكان ده متهوي يبقى انا مفيش عندي مشكلة مع الشخص اللي جنبي لا لازم يبقى فيه دايما في distance طيب فيه حتى تانية مهمة جدا احنا عرفنا دروبلس بعد كده الحركة بتاع الانفكشن ده حركته ازاي الروت ده شكله ازاي الروت ده مهم جدا انا اعرفه عشان اقدر هفه هعالج هذا الفيروس هعالجه في انهي منطقة ففيه حاجات اتقسمت الترانسميشن بتاع الروتس بتاع الروتس بتاع الروتس الى 3 روتس واحد بسموه obligate والواحد تاني بسموه preferential والتاني والتالت opportunistic يعني ايه obligate يعني هو ده المصار بتاعه عملوش غير هذا المصار واللي زي كده بالظبط هو اللي هو تيوبركيلوسيس اللي هو السل الرقوي ده ملوش غير مصار واحد اللي هو عن طريق الايروسول اللي بيحصل طيب فيه ال preferential اللي هو بيبقى عنده اكتر من مصار ده زي الحصبة ده اكتر من مصار لكن هو بيفضل يمشي في مصار واحد اللي هو اللي عن طريق النفس او اليربورن الopportunistic ده او الانتهازي ده يبقى ماشي في سكة ولقى سكة تانية يروح رايح فيها زي مثلا متكلم على الانفلوانزا الانفلوانزا كانوا الاول كل الناس معتقدة انها عن طريق دروبلتس عن طريق الى الهواء لان احدخلها كده ودخلها في المنطقة دي لا دة اكتشفوا كمان انها بتتم عن طريق الحوا طيب فيه حتة مهمة جدا في الكلام اللي مكتوب هنا بيقولك انه تشوز الريدكشن من الانفلونزا في سطاف كانوا موجودين في مناطق فيها يو ذي جي اي اللي هو الالترا فيلوت جيربيسايدل اردياشن ده نحطه كده في الزاكرة لما نيجي نتكلم على نوعيات الحاجات اللي ممكن نحطها في الاير كونديشنينج سيستم طيب الكورونا فيروس زي وزي تقريبا زي وزي الانفلونزا برضو فيروس ممكن يتحرك في اي اتجاه ممكن يروح عن طريق الانفكشن عن طريق الكنتاكت ممكن عن طريق النفس فيه اكتشف مؤخرا انه عن طريق كبان البراز بيحصل منه انفكشن طيب يهمينا حتة تانية جدا مهمة في الاتشفاك هي تيمبريتشر درجة الحرارة انا ازبط التكييف بتاعي على درجة حرارة كام مهم جدا نعرف حتة دي دي الريسيرشز اللي كانت معمولة الريسيرشز دي بتقول ايه بيتقول ان الهيه ممكنLO يعني لهي مكان وال أسحيى حالية فمعنى كده ان انا سعيد وكثير مالي ان انا احافظ عليه لان البرتكل انا هيقل مش تطير فبالتالي يقوم بكثير البوتينشيال والسلور الإفابوريشن وبالتالي بتزيد البوتينشيال للمايشار على العكس لو قللت الهوميديتي هيحصل دراينج للبارتيكلز وبالتالي الدراينج للبارتيكلز دي هيخلي يحصل إفابوريشن للدروبس دي وتطير في الهوى وتبقى أسرع في الانفكشن حاجة تانية ممكن الرلاتي في هوميديتي تشتغل على الشخص نفسه أو الهوست شخص لكن الشخص اللي ما عندوش حاجة ده نتيجة انه هو حصله دراينيس في ظهوره في الجهاز التنفسي بتاعه بيبقى أكثر تعرضاً إلى انه يصاب بما فيها الكورونا فالدراينيس بتاع الهوى بيساعد على ان الكورونا دي انها تنتشر حاجة التانية ان الريلاتي في هوميديتي دي ممكن تشتغل على الفيروس نفسه يعني اشتغل على الفيروس نفسه وزا فيروس ده ممكن ممكن اموته هل ممكن اموته بال بال هل ممكن اوقف الانفكشن بتاعه بال فانا بلعب على ثلاث حاجات على جو محيط وعلى شخص بيستقبل وعلى فيروس موجود طيب الطيب الاشري او الستاندرز والرسيرشز اللي اتعملت قالت ان الفيروس is optimum area لما يكون شغال الجدول ده على درجة حرارة اللي هي 20-22 فلو على درجة حرارة 20-22 يبقى انا الفيروس دي بحاول ابعد عن الهوميديتي اللي هي بستارتنج من 45 او 50 الى من 40 الى 60 هو ده safe region اللي انا بشتغل عليه اكتر من كده مش 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 بروبر للفيروس واقل من كده مش بروبر للفيروس انه هو بيخليه مش بروبر لانه هو بيديني انفكشن اكتر شخص نفسه بيديني انفكشن اعلى فبقى انا في التكييف او في حالات التكييف بحاولة خليني على الزون من 40 او من 45 الى 55 هبقى فريجون بالنسبة للفيروس في منطقة كويسة طيب هل الكلام ده يحصل مظبوط عند درجة احنا الكلام ده متكلموا على درجة حرارة 20 طب لو جوا عادي الجرافي ده مهم جدا في ابحاثة عملت على السارس والسارس ده قريب جدا من الكورونا فيروس لانه واحد من العيلة وبدأوا يكتشفوا اليومين دول مؤخرا بيتكلموا على انه هم في العلاج في امريكا بدأوا يدوروا على التطعيم اللي كانوا بيدوه للسارس عشان يدو للناس اللي هو كنوع من العلاج اللي هو اللي جاهز وقريب جدا ان هو بيدي نتاج كويسة فده الدراسة معمولة على السارس الدراسة دي جبيلة جدا بيتقول حاجة بتقول لي عند درجة حرارة 20 درجة و 50% اللي هو التكييف بتاعنا بيحصل اد اكتيفاشن للفيروس ده بعد 5 ايام يعني لو سبت الفيروس كده 5 ايام في الكنديشنز دي بيفضل قاعد 5 ايام طيب لو انا عليت الهيوميديتي ده ده عند درجة حرارة 20 و 50% طيب لو رفعت الرطوبة عند درجة حرارة 20 وخليت الرطوبة ارتفعت ل 80% ايه اللي هيحصل هبصة لاقي الفيروس ده خد له لغاية 14 يوم وهو موجود يبقى لو جيت رفعت الهيوميديتي مع درجة حرارة بتاعت القوضة دي ل 80% يبقى انا بعمل ايه بس بخلي الفيروس ده عايش ومتعايش لمدة 14 يوم طيب لو خليت درجة حرارة بقى طبعا الريدكشن 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 اللي بيحصل هنا بيحصل الريدكشن سريع خمس ايام هنا الريدكشن ده وفق الفيروس هنا شغال very very active وبعد كده يبتدي ينزل ده امتى ده؟ عند درجة حرارة 20 والرطوبة 20 يعني دي مشكلة كبيرة جدا عشان كده عشان كده اكتشفوا ان المناطق اللي فيها اه لو ممكن نرجع عكسي تاني اكتشفوا ان المناطق اللي فيها درجة حرارة واطية ورطوبة واطية زي البلاد مثلا نقدر نقول اوروبا شوية الفيروس بيعيش فيها فترة طويلة واكتشفوا ان البلاد اللي زي ماليزيا high temperature high temperature عالي جدا والreative humidity عالية جدا لما بترتفع كمان الreative humidity والtemperature الفيروس ده بيروح بسرعة منتهي فالدرجات الحرارة هنشوفها بليمكن في السلايد اللي بعد كده لكن ده مهم بصفة عامة بصفة عامة دي درجات الحرارة عند درجة حرارة عشرين يبقى افضل حاجة ان انا خلي التكييف بتاعي عند خمسين في المية relative humidity لو انا بشتغل على temperature واطية وحاول لو ارتفعت الرطوبة بتاعتي يبقى انا دخلت في ريجون ان الفيروس ده بيقعد لمدة 14 يوم ومعدله بيتناقص بتتناقص بتتناقص بمعدل اسرع من ان هي عند عشرين في المية وعشرين في المية بيفضل الفيروس محتفظ لمدة 8 يام بكل قوته وبعد كده يبتدي يحصل له ريداكشن وحتى الريداكشن بتاعه ما حصلش مية في المية ده نازل لغاية هنا لغاية يمكن خمسين في المية على الاخر اخر 14 يوم لسا الفيروس في خمسين في المية طيب الحاجة التانية اللي شافوها يبقى انا عند لو شوفنا عند التكييف يبقى احنا افضل درجة عندنا دي الكلام اللي احنا كنا اتكلمنا فيه بدأوا يشتغلوا على درجات حرارة شافوا الاستادي كمان عند درجة حرارة 38 درجة مع رلة في هوميديتي اكتر من 95 يعني انا لو سخنت الهوى بتاعي وحطيت فيه هوميديتي اكتر بدأوا يشوفوا الدراسات بتاعتوا شكلها ازاي ولقوا فعلا ان كل ما بزود درجة الحرارة مع الرطوبة الاثنين مع بعض الفيروس ده بمعنى ايه بيبقى بلاد زي هونج كونج اهي بيقولك ان في سبرينج سيزون او زي اير كونديشنينج انفيرومنت فيه بيقعد خمس ايام وهو الفيروس لما شوفناه قبل كده في اير كونديشنينج بيفضل شغال طيب في البلاد الثانية اللي هي زي ماليزيا و اندونيسيا و تايلاند بيحصل عندي النتيجة للهوميديتي مرتفعة ودرجة الحرارة مرتفعة فالفيروس ما بيبقاش سريع زي البلاد الثانية حاجة ثانية اتعملت انه لقوا انه عند درجة حرارة ستة وخمسين لمدة خمسين دقيقة ان الافكتبنس بتاعته بتبقى ايه بتقل جدا 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 لدرجة انه هي انه يبقى ليه تأثير وده بيستمر استمر في الدراسات لمدة يومين طيب فيه حاجة تانية استادي التانية شافت انه انه فيه حتى مهمة جدا انه لو عندي الكلين او حاجة اكتر من 12 الفيروس نفسه بيحصله او او باقل من 3 طيب الحاجة التانية انه بتؤثر جدا على مقدرة الفيروس ده على التعايش فنصيحة كده لو انت عندك القوضه لديت درجة الهميديتي فيها 30% حاول تروش حاجة عشان ترفع لك الهميديتي وياريت الحاجة دي تكون فيها حاجة سلين زي الاملاح والحاجات دي طيب يبقى احنا ان لو انا بيشغال على تكييف من 20 ل 24 مع 50% relative humidity ومن 38 لو انا ما عنديش تكييف اعلى من 38 و 85% relative humidity حيكون عندي الجو بتاعي او الكنديشن بتاعتي هتتحسن بكثير عشان كده الاشري كان بيتكلم على الكنديشن بتاعته اعتقد ان هو ممكن يحاول انه بعض الحاجات يحسن فيها بالنسبة للكورونا بالذات لانه هنا مثلا فيه حتة كديرة جدا حاطتلي relative humidity من 20 ل 60 من 20 ل 60 20 ده لو انا بدخل على 20 ودرجة حرارة صحيح ممكن اكون بشيل بعض الميكروبات لكن في حالة الكورونا الكلام ده لازم احنا نبتدي نفكر فيه شوية بخليش درجات الحرارة بتاعتي ونخفضة قوي بالمنظر ده درجات الرطوبة لغاية كده انتهى الجزء الاول من المحاضرة ترجمة نانسي قنقر